يعني اللي هو انت تغربته واللي هو كانت شغالة وكانت ايه شخرت يعني شخرت. نبنيت بمعنى اصح. وانت بتتفرج على علشان خاطر كان فيها كلام لخبط او كلام كتير او ضغط يعني او زهقت او ايا كان تانية. وبيقول برضو ان انت يعني دول الحاجتين اللي ممكن يخلو مش كويسة. اول حاجة انها تبقى مملة بشكل او باخر وهنشوف ازاي. والحاجة التانية ان انت ممكن توصل لابتوب بتاعك والبروجيكتور وتلاقيك ان انت معرفتش تعرض. فممكن يبقى فيه مشاكل في المكان نفسه او مشاكل خارجي عن ارادتك. فهنشوف بقى الحاجتين دول ومعهم حاجات تانية ازاي نعمل. علشان نعمل يعني عشان البرزنتيشن تبقى فعلا فعالة. محتاج ان انت تتكلم بفاشن كويس قوي يعني توبقى انت حاسس الكلام اللي مكتوب وفي نفس وقت انت اللي كذبه وعارف تعمله مايبقاش فاهمه كويس. وان الكنتنت نفسه يبقى جيد ماينفعش اروح ادي البرزنتيشن. فا ايا كان بقى سواء شغلة او حاجة برا شغلة او ايا كان ماينفعش اديها بكنتنته بل يعني. ودليفري سكيلز اللي انت بقى ازاي تقدم اصلا البرزنتيشن. فلازم يبقى عندك شوية سكيلز. والبراكتس ان انت لازم تتمرن قابليها كتير قوي. والفيجول ايه? لازم يبقى فيها حاجات في كتير. علشان خطر تجذب الناس. طيب. اول حاجة الستيب. سيتب يعني ايه? سيتب يعني المكان. المكان نفسه لازم نزبطه. فعلشان قبل البرزنتيشن. قبل قبل ما تبدأ معادي البرزنتيشن. لازم تروح المكان وتشوف السكرين نفسها. والامج بتاعت السايز بتاعت الامج على السكرين. يعني السكرين بقى سواء هي كانت شاشة اه شاشة مسلا تلفزيون او ان سي دي مسلا صغيرة. ولا برولاب اللي هي بتشد الابيض ديت علشان خطر تبقى شبه السكرين اللي بيتعامل عليها البروجيكتر. ولا حيطة مسلا زي في بعض الاماكن تبقى حيطة بيضة خالص ويتعمل عليها. ولا تبقى ولا في بعض الحاجات عندنا مسلا في الكلية في آآ مبنى المكتبة آآ بتعمل الرسائل يعني من ملاقشة الرسائل الدكتورة والماجستير في آآ قاعة كبيرة كده آآ في شاشتين كبار للأوديونس للناس اللي قاعدة للحضور والمحكمين او الدكاترة بيبقى كل واحد قدامه آآ شاشة صغيرة زي بتاعت التلفزيون او زي بتاعت اللابتوب يقدر يبص فيها. فعلى حسب آآ كل المكان والشاشة بتاعته شكلها عاملة ازاي. ولازم تزبط بتاعة البروجيكتر. فمحتاجين الناس اللي وراء اللي في اللي قاعدين في الاوديونس بقى الناس اللي قاعدين في اخر صف محتاجين يشوفوا. والناس اللي قاعدين في اول صف ماينفعش يبقى الصورة دخلة في وشهم. يعني لازم تبقى اعلى شوية من رسم علشان خاطر يقدروا يبصوا. دي مهمة جدا انك لازم تعملها من قبل ايه اليوم البرزنتيشن. تاني حاجة المسافة ما بين السكرين وما بين الاوديونس. فاول اول اول رو اللي هو اول صف خالص. لازم تبقى المسافة ما بينه وما بين السكرين. اه توايس الامج هايت. يعني لو الهايت بتاع الامج اللي هو الارتفاع بتاع الامج مثلا 10 سنتي احنا هتكلم حاجة بصغير. لو يرى عن 10 سنتي يبقى المسافة 20 سنتي. متر يبقى مترين. اه هو الاخر روه بقى اخر صفه خالص لازم تبقى اقل من 8 اضعاف الهايت. يعني لو كانت 10 سنتي دي لازم يبقى اقل من ايه من 80 سنتي. لو متر يبقى يبقى اقل من ايه? اه اه 80 متر. اه 8 متر سوريا. فيبقى اه برضو لازم تقرب. طبعا في بعض الاماكن مش تقدر تعمل الكلام دوت. مش تقدر تعمل في بالذات يعني. بس على قد ما بتقدر ممكن ساعتها اه نعمل ايه? نقول مسلا ان الناس ما تقعدش في اول صفين. اه وما تقعدش مسلا في اخر صفين. بحيس ان الصفوف اللي في النص اه هي دي اللي هتمشي مع المعادلة اللي احنا عملناها دي. لو كانت اه المكان مش مش كراسي محددة زي المدرجات بتبقى كراسي موجودة محطوطة لو كانت كراسي مفرقة يعني. اه فاحنا ممكن احنا نوزع الكراسي بحيس ان احنا نزود نزود الرؤية يعني. نحنا نوزع الكراسي بقى بالشكل اللي احنا عايزين بحيس ان احنا نزود الرؤية. تاني حاجة تالت حاجة البروجيكتور. يبقى اول حاجة تكلمنا فيها الشاشة نفسها. تاني الحاجة التانية بعد الشاشة عن الناس اللي قاعدة. بعد كده البروجيكتور. لازم البروجيكتور يبقى على شلف. يبقى فوق. يبقى موجود فوق علشان خاطر ما يحجبش الرؤية عن الناس اللي قاعدة. يعني ساعات لو تفتيك لو تلاحظوا يعني ان في بعض الاماكن تلاقي الناس قاعدة خالص كده وقدامهم ترابيزة. والترابيزة دي عليها البروجيكتور. لو في المحضرات في المدرجات عندنا دلوقتي بعد التجديد حطوها فين? حطوها في السقف. طبقنا دلوقتي مش بتاعيق مش بتاعيق الرؤية. وبعد كده لازم يكون اللانس نفسها اللي هي العدسة بتاعت البروجيكتور. بتبقى اولا واضحة وما تعقش الرؤية برد. طيب اللي هو الاضاءة. رابع حاجة اللي هي الاضاءة. لازم الاضاءة تبقى خافتها شوية عشان خاطر ضوء البروجيكتور يبقى. ضوء السكرين يبان يعني البروجيكتور نفسه يبان. ولو في اضاءة في السقف قريبة للسكرين يفضل انها تطفي خالص عشان ما تضربش فيها. فيبقى الايه? اللي هو قبل البروجيكتور نفسه ده مهم جدا في اي لو تقدر تعمله. يعني لو تقدر تعمله في حاجات زي ما قلنا ممكن ما نعمرش عمالها بس نعرف نتصرف. طيب. بعد كده لازم تبقى متحضر الانت cas 확인 نقام نفع لازم ان انت فعلة Vertiz messages لو تكون محضر نفسك كويس قوي. او توصل قبليها بتلتين دقيقة مثلا تتأكد ان كل الحاجات شغاله تتأكد من مكان السكرين تتأكد من اللايت وان هو مhogוע اصلا. هيبقى معاك remote control. ويبقى معاك backup person يقدر ايه? اه لو في حاجة فيه مشكلة او في حاجة ممكن يروح يتصرف على طول. بعد كده بقى. ازاي ال delivery tips? زي ما قلنا احنا في حاجة اسمها delivery skills اللي هو ازاي اوصل المعلومة للناس. ان انا معراش ال slides. يعني وانا قاعدة معاكم كده ما اروحش اقول ايه? do not read slides distribute handouts after your presentation. never apologize. مش هينفع اقول الكلام كده بس وخلاص وقلب ال slides على طول. لأ انا بشرح انا بدي ايه? لو انتم شايفين اصلا ان ال presentations بتاعتنا كلها في المحاضرات عبارة عن points صغيرة. واحنا بنقول اللي ورا ال points دي. في بعض الناس ممكن تكتب notes قدامها علشان تفتكر الحاجات اللي هي عايزة تقولها ورا ال points دي. وفي ناس خلاص هي الموضوع هي عارفة هي هتقول ايه? حتة distribute handouts ديت انه ممكن بعد ما انتخلص ال presentation توزع ورق باللي كان مكتوب في ال presentation او points او حاجة تشرح او حاجة. وهنقول بعد كده ان انت محتاج اصلا يبقى معاك handouts احتياطي عشان لو بمسلا القهرابة فصلت والناس مش عارفة تشوف. فانت محتاج توزع لهم handouts بس مش handouts بقى يعني printed. يعني printed form من presentation. كأنك بتتبع اللي سلايدز وتوزعها لهم عشان يبقوا عارفين اللي بيحصل. never apologize انه هو لو حصل حاجة غلط في النص ومتعرف تفضلش طول ما انتقال معلش انا اسف وصل مش عارفة ايه اللي حصل. يعني حتة انك تعتذر كتير عن حاجات خارجة عن ارادتك او حاجات كتير دي بتقلل من انك بتعرف توصل المعلوم. ممكن اعتذار بسيط حاجة معلش يا جماعة احنا متأسفين على اللي حصل ان كان حاجة كده بس وخلص. لكن ما نعطش نعتذر كتير. بعد كده في حاجة اسمها platform pitfalls. pitfalls يعني وقاعات. حاجة اسمها glitches وهنعرف يعني ايه? وblunders وmish shapes. glitches يعني خلل. خصل خلل معين. وده ده الترجمة الحرفية يعني. يعني خلل خلل جسيم يعني. او يعني نقدر نقول انه ايه مسلا اقول حالكم ازاي? هو خلل برضو بس يعني ايه? خلل خلل كبير شوية. اه هي كلمات احنا بناخدها اه يعني اه ممكن تبقى خلل خلل فادح يعني يعني حاجة كبيرة شوية. احنا كلمات بس احنا هي دين معناها الحرفي بس احنا هنشوف معناها ايه بالنسبة لنا عبارة عن ايه? اه الكلمة الاخيرة اللي هي me shapes. يعني اه ممكن تبقى اا حوادث، او اه حاجة خارجة عن الايرادة الواحد. حاجة احاجة من برة يعني. وده فعلا تقريبا ترجمة الحاجات اللي حنا هنشوفها دي بقى. اي بقى الحاجات اللي فاتت ديت. ايه اللي ممكن يحصل فيها? واحنا في البرزنتيشن المايك يوقف آآ الكمبيوتر يفصل آآ انت اصلا دماغك تفصل ما تبقاش عارف تقول ايه يعني كنت ناوي تقول حاجة وبعد كده مرة واحنا تلاقيك كده كده مش عارف تتكلم آآ ممكن ايه تاني اه الفايل ارام يضرب يعني في مشكلة حصلت اما اما حصلت منك اما حصلت من الاجهزة اما حصلت من حاجة خارجية خارجية عن ارامة في كل الحالات اللي هيحصل مش مشكلة ايه اللي حصل لكن المهم ان ايه اللي انت هتعمله ايه بقى اللي انت هتعمله لما يدر حصل حاجة زي كده اول موجود او اول حاجة عشان نقدر نتعامل معها انك تعمل الكونكشن صحيح مع الناس طب هتكونكت ازاي تبونيهم في عمليهم آآآ تكلم بيقناع تتكلم بيقى قلوامك يبقى مركب انتو بقى لابس لبس كويس اآآ متقلش كلام جارح آآ لما تيجي تتكللم آآ لازم يكون الاقناع بتاعةك با فعلا لقد يعني ما جيش اقول لهم مثلا ما جيش اقول لكم يا جماعة انتم محتاجين ما شرابوا كباتين موها في اليوم على اساس ايه كباتين موها دول مش معنا كباتين مش عشرة مش ستة مش عربعة زينم الناس بتقول ولا مش ستة زينم الناس كلاة بتقول لازم يبقى عندي الكادت يعني اه يعني في دراسة عملت مثلا في الجامعة الفلانية بتقول ان كباتين موها في اليوم هيعملوا كسا مثلا يعني اه تقول اه قصص اه تربط الناس بك يعني مثلا تقول اه احكي لك انا انا مثلا بتكلم دلوقتي انا ممكن احكي لكو مثلا وانا في اله في اله في الرسالة الماجستير بتاعتي احنا رسالة الماجستير اي اي سواء رسالة او دي او دي بنعمل قابليها حاجة اسمها اه سمينار اه فالسمينار ده الناس بتيجي وتقعد وانا اشرح لهم انا عملت ايه ده كان قابل قابل المناقشة خالص بحيس ان لو حد عندهم الدكاترة تعليق ايه يعرف يقولولي وانا اعرف عده فالله حصل ان فعلا في المناقشة في السمينار بتاعي بتاعي قابل منقشة الماجستير انا جيت والدكاترة قعدت واعدت اشرح واتكلم وبعدين فيه الدكتور اه دخل في اه في نص في الجزء الاولاني اللي انا كنت بشرح فيه الانتردكشن والدين يا ماشي فيه ازاي هو محضروش فهو داخل على الجزء الايه الاخير فدخل ما بقاش عارف هو بيقول هو دي ده سمينار نهائي ولا سمينار مبدئي احنا بنعمل سمينارين سمينار في اول البحث خالص بنقدر نقول بنبدأ نقول يا جماعة انا هشتغل في النقطة الفلانية وهبحث على النقطة الفلانية وتقريبا الخطة بتاعتي هتبقى كزا ايه اللي هيحصل ده المتوقع الله اعلم ايه اللي هيحصل فبيبقى سمينار مبدئي بس باعرض الفكرة عشان برضو لو حد عنده فكرة ان انا اعملها او اطبقها او 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 برنامج معين او طريقة برنامج معين او او فكرة معينة يقولها وفيه سمينار في الاخر بقى بعد ما بخلص الشغل بقوله الناس سده في الاخر بناش فهو حصل ده خالم ما بقاش عارف والكلام ده مبدئي ولا مش مبدئي فقعد اتكلم بطريقة يعني شوية مش ظريفة وانا طبعا كنت لزا صغيرة والموضوع طبعا بيبقى فيه رهبة شوية كده فققى عطا عيط والدنيا بوسط وهو ده طبعا انا ما كانش ينفع اعمل الكلام ده بس انا كنت لزا صغيرة والموضوع تقيت فدي بقى دي حق اللي انا بحكيه ده كله دي حاجة زي اسمها انا خدتكم من الكلام اللي احنا بنقول عليه ودخلت في حاجة اه ستوري قصة اه ربطتكم شوية بالموضوع وخلتكم ايه يعني نفسر شوية عن الموضل اللي هو الجد شوية ونخش في حاجة ايه فيها 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 دحكة فيها فزار فيها فيها ستوري زريفة فيها قصة ليها مورل ايا كان الحاجة فحتة الانجيجينج ستوريز دي بتخلي بتروح حاجاتا ايه واكيد انتم بتلاحظوا في المحاضرات اللايف دي ازات يعني امكان الانلاين دي بتبقى جافة شوية في اللايف بزارة الحاجات اللي يعني في الكلية بتحسوا ان انتم في بعض الدكاترة بتحبوا تحضرون لهم اكتر لان هما بيبقوا زراف بيهزر بيقول حاجة يمين بيقول حاجة شمال بيحكي لكم حاجة في الواقع شوية فتلاقي موضوع ده بيبقى ازراف شوية وتلاقي انتم تستقبل من المحاضر اكتر بالطريقة دي اه طيب ايه داني بقى بقية الكونكشن نعمل ازاي اه يعني بتتكلم بفيديالوج يعني يعني كونكتنج ترنس اوديونس انتو بورتنس يعني ايه يعني زي اه دي طبعا ما تنفعش في القلارة خالص انا وانا قاعدة معاكم مثلا في المحاضرة في المدرجة اقول له واحد ايه طب ايه رأيك تعمل كذا طب انت شايف تعمل ايه اه طب ايه رأيكو يا جماعة طب حد عنده فكرة في الموضوع دوت هو نفضل ايه الكلام يبقى رايح جاي اه ولو انا متوترة من الكلام بحاول ان انا ايه اه ما بصش عليه او اتغاضي عن التوتر وايه يعني اوجه نفسي لحاجة تانية اه اسمع اضحك على على الجوكس اللي ممكن تكون سمعتها قبل كده اه هم 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 ممكن يساعدوك يعني لو في حاجة حصلت مشكلة ممكن هم يساعدوك لما انت تعمل معاهم ممكن هم يساعدوك مثلا في اخر محاضرة ليا اه في كلية يعني اه لا الابتوف مرضوش يشتغل على على البروجيكتور خاص وعمل بقى اعمل ومش عارف ايه بتاع فحد من الطلبة راح ايم وراح مزبطولي وعملوا يعني فخلص يعني بقى فيه connection ما بيني وما بينه اه اه تاني حاجة احنا قلنا اول حاجة connect the first principle ده connect تاني واحد اسمه be prepared be prepared ده اسمه ده اصلا الشعار بتاع الكشافة يعني لو حد فيكم كان دخل كشافة قبل كده في المدرسة او في الكلية الشعار الاساسي بتاع بادن باول اللي هو بتاع الكشافة اسمه خليك مستعد لأي حاجة تحصل انت اي حاجة هتحصل محتاج ان انت اي ما تكون مستعد لها من الاول او انت عندك فكرة اللي ممكن تعمله بعد كده فانت هتفكر ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وتفكر لها في حلول هو ده هو ده الموتو او يعني الشعار بتاع be prepared طيب التلات حاجات بقى اللي احنا قلنا هنتكلم عنهم ايه الخليق و البلندر والمي شاب الجليتش ده عندنا هو حاجة ميكانيكاً فالير يعني اللي بطوب ما اشتغلش المايك وايه الف اللي برجكتور حصل له مثلا اصورة بتاع تابع ايا كذا الحاجة دي البلندر ده هيومان ايروا انت بقى معرفتش تتكلم ااااااااا انا سيت حاجة قلت حاجة غلط أي حاجة من الحاجات المتعلقة بالإنسان الميشيب اللي هو البوتانشيل امرجنسي حصلت حاجة حدثة فجأة خارجة عن إرادة الإنسان حد بتعب من الأوديونس مرة واحدة أنت تعبت في ناس مثلاً بيغم عليها في المقرية بتعمل البرزنتيشن وخصوصاً في الحاجات لما تبقى هي بتتحن يعني مجسير دكتوراه دكتور طالب مثلاً بيقدم حاجة معينة ممكن زي ما قال قلنا قبل كده الفاعل ارارم يضرب حريقة طريقة أياً كان حاجة بقى إيه بتانشيل خارجة عن إرادة ده هيبقى إيه محتاج الـ بتانشيل امرجنسي دي محتاج اميديت رسبونس محتاج أن انت تتحرك بسرعة في ساعتها ومحتاج أن انت تعمل يعني مش حاجة تقول معيش يا جماعة في حريقة نتفضل نمشي لا ايه مشوا جماعة يعني ايه تروح أيا ومشي الناس معاك يعني طيب الـ glitches بقى اللي هي عبارة عن الـ glitches قلنا الـ mechanical failure لازم يبقى عندك backup for sure يعني مثلاً وانا رايحة الـ presentation بتاعتي في المجلسير والدكتوراه كان معي لابتوب تاني عليه كل حاجة ومعي فلاشة عليها نفس الحاجات تانية طبعاً للحاجات اللي قدر عملها قبل ما تروح لازم نتكلم وقبل ما نروح لـ presentation لازم انا رحت وروحت المكان وتأكدت ان الحاجة شغالة وشغلت اللابتوب بتاعي وحطيت الفلاشة في اللابتوب اللي هناك او في الجهاز اللي كان موجود هناك وتأكدت ان كله شغال علشان خاطر ابقى عارف ايه مشاكلة الباكتوب هيخليني ان انا في ساعتها اشيل وحط وزبط الدنيا على طول بعد كده لما يحصل حاجة زي كده انا هفوكس على الـ audience والميسج مش الـ problem يعني مش لو الـ problem ما تصلحتش هكمل يعني حصل لابتوب عمل طب يعنيش يا جماعة انا ممكن اشرح لكم بالطريقة الفلانية طب انا معي handouts زي ما قلت من شوية وهنتكلم عنها اللي هي bring handouts ان انا يبقى معي شوية الـ copies من الـ slides نفسيها اديها للايه للناس وبحيس ان انا اقدر اكمل من غير ما يبقى فيه ايه اه presentation شغالة use one liner one liner كمت one liner دي يعني نقطة يعني اف ايه يعني اه يعني مسلا يا جماعة ايه معلش اه يعني اي حاجة بقى حصلت هنروح اف ايه اصلحنا الحاجة عندنا في المكان دوت مسلا شغالة مية مية اي اي اف اي او اي نقطة كده تخلي الناس تضحك فيبقى ايه بتشيل التوتر اللي بيحصل في الـ audience وفي نفس الوقت بت ايه بتوجههم ناحية الايه مش ان في مشكلة حصلت تقول ايه الناس اللي ما عندهاش اه باكب ديت او يقولوا يعني ينقضوني او ينقضوا المكان لأ هو لما نوجههم ناحية الهزار والضحت هنلاقي الناس ايه عدة الموضوع محدش علق بحاجة سلبية تأثر علي اصلا معادي جدا. اللي هي ايه الـ human error يعني انا انا كانسان حصل لي حاجة ذلك. if you lose your place يعني ايه يعني وانا واقفة ما بقيتش عافة انا فيه. فحاجة ارجع الوراء ارجع الـ previous point اشوف الـ point اللي قبل كده. لو انت لاحظوا ان انا في بعض الاوقات بعمل كده اشايفة كده حسيت ان انا طغت مثلا منكم وسرحت مثلا ولا اتكلمت في حاجة كتير قوي فانسيت انا كنت بتكلم في ايه فاطلقوني برجع شوية سلايد قابليها عشان اشوف ايه اللي حصل اعرف اكمل عليه. لو انا معي وحطها قدامي بحطها بحطها قدامي ابوست عليها. بحط مثلا احط كده في النوت ديت ان انا مثلا هنا بتكلم سلايد الاولانية بتكلم عن حاجة سلايد التانية بتكلم عن حاجة. اسأل الـ audience ساعدوني. انا احنا كوانا كتفين يا جماعة. اقولوا لي كده انا كتفين. مفيش مشكلة خالص ان انا اقول لهم كده. لو اشنا لسه لسه برضو بعد كل اللي عملنا ده لسه يعني لسه ناسين احنا فيه. افكر بقى في speak construction speak construction يعني انا اشوف ايه? speech story construction اغاير الكلام اللي انا كنت بقوله بشكل مختلف شوية لحد بمفتكر ايه اللي هاصل. لو انا بقى ابيض بقى خالص. لو حاجة ليه علاقة بالايه بالكلام اللي احنا بنقوله. او بالـ audience او بالـ occasion نفسها. يعني يا جماعة انتم فاهمين. طب انا على فكرة مثلا الـ presentations. حاجة كده جات في المياه يقولها لكم بعيدة عن الـ presentation اللي احنا شغالين فيها. من ضمن اهم حاجة من ضمن الـ presentation skills ان احنا نعمل eye contact. انان لو بصيت في عين الـ audience بتاعتي كلهم هعمل engagement معيهم. فبالتالي انا خلاص كده عرفت اوصل ليهم. فانا كده بحكي لكم حاجة بعيدة عن الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. بس عشان انا ايه بقيت ايه مرة واحدة وقفت مش عارفة السؤال. ابوسي الآن ايها النوعات بتاعتي. او ان انا ايه اخر حاجة بقى خلص وصلت لأختي بقى خلاص. والrant ا 큰ير يحصل مع الطلبة. لو حتب يمتحن فعلا. وصل لأخرا خلاص بمعيش. يا جماعة انا اسف ايه ام انا مش اقدر انا انا فصلت اه انا دماغي وقفت. بحتاجه بس دقيقتين كده ارجع العرافة دنيا واقت والاجتين. ولو يعني الموجود لو الواحد هيدي يعني يقدر يرجع تاني بسهولة ان شاء الله. وبعدين اخر حاجة نشوف بتاعنا اه ان انا اركز ان انا مش لازم تبقى كل حاجة اه انا انا بخدم الناس او بخدم بتاعي. يعني انا هنا جاية افهمكم المادة اشرح لكم الحاجة. مش علشان خاطر اباين ان انا شطرة. او اه فهو ده حتى الهدف لو انت في امتحان. انت رايح تباين للدكتور الحاجة اللي انت عملتها والشرح بتاعك والشغل بتاعك تباينه. عشان اه اه تفهم انك شاطر بس مش هو ده الهدف الاولاني ان انت طرد حاجتك. اه التقييم انت اكيد خدته بشكل او باخر قبل كده قبل بريزنتيشن لان اكيد قبل بريزنتيشن وانت كطالب في حاجات اه خدت درجات في حاجات تقييم قبلها فمش هو البيزنتيشن الاخيرة هي دي ونفس الكلام في الدكتوره ونفس الكلام في الماجستير يمكن يكون في بريزنتيشن باعة الشغل شوية بس حاجات الشغل ما بتبقاش فيها التوتر الجامد ده لان شغل الحاجة رايحة جاية حاجة تتقبل حاجة تتعرض ما فيهاش ما فيهاش فيها ضغط ضغط جامد قوي زي ما تكون تبقى طالب بتمتحن يعني. بالمي شيبس زي ما قلنا الحاجات اللي هي ايه خارجة عن اراضة الانسان. اه محتاج ان انت تعرف من قابليها برضو يعني لو فيه حاجة اه في المكان بتروح وانت بتعمل انفستيجيشن للمكان قبل لما تروح بتعرف بقى فين خروب بتاعت التوارق فين? فين ولا عادت الطفيات? فين التليفون لو حصل مشكلة? اه اه لو وممكن برضو لما يحصل مشكلة تقول للاودينس بتوعك يعني تقول ما اصني يا جماعة في دلوقتي اه اه جراز الانتظار ضرب. احنا محتاجين نتصرف. اه اه في حد عنده فكرة ممكن يساعد ازاي? اه اه اه. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن يعني دي حاجة تفيدنا يعني في اي حاجة خالص لو نتعلم اسحافات اولية عموما يعني سواء سي بي ار او اه او اه او حاجة بتاعت هامل الجدين هي بتاعت الاختناق او ازاي اه 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 حد كسر او جرح اللي بصراحة الدورات اتحافات الاولية مهمة جدا 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 لاي حد ديكو في الحياة يعني بعيد عن اللي احنا بنقوله لوت. مهمة لاي حد اه تعملها لان بتممكن تنقذ حياة ناس كتير او. في كتير او في الجامعات اه كليات الطب اه سواء القاهرة اه يعني متأكد ان كان فيها في القاهرة مش هرفعك عندنا فيه ولا لأ لغير الانتكاترة يعني. بس ممكن تسألوا يعني في حيثات كتير اوي هتلاقوا اه هتلاقوا اه هتلاقوا دورات السعافات الاولية دي. بصمرا اكيد مش في الفترة الحالية اللي احنا فيها دي ربنا يا رب يرفع عنا الوباء والبلاء ان شاء الله. اه اه كلمة اخيرة انت المسؤول عن البرزنتيشن. اه وانت الانت الانت اللي في الانت المسك الليلة يعني. فالتصرف بتاعنا لاي حاجة مش موجودة بيقول كتير اوي علينا. فلو انا حصل اه ان انا اطلخبطه وطلجلجته ومش عالف ايه وتوترته زي ما انا عملت كده في الاول حياط يعني بس انا ما عملتش قوي يعني جمه البرزنتيشن. خياطت بعدها كتير. بس اه اه واحدة لسه صغير ومش عارف وايه اللي هيحصل. ده هيقذي بقى ان ايه في بقى chance للساكسس او لا. طيب ازاي بقى نعمل احنا كده اتكلمنا عن البرزنتيشن سكيلز نفسها. ازاي نعمل بقى سلايد نفسي. اه هنشوف دلوقتي اه اه بوينتس عن السلايدز. ازاي يعني كل وكل او يعني ايه اه؟ تيب يعني كلها. ونشوف الصح بتاعها ايه والوحش بتاعها ايه. فاول حاجة اه هنتكلم عن فيه اللي هي بتاعتنا دي. هنتكلم عن السلايد structure. اللي هو السلايد بمشكلة عامل ازاي. هنتكلم عن فونس. هنتكلم عن color. هنتكلم عن background. هنتكلم عن graphs. هنتكلم عن spelling. وهنتكلم عن conclusions. دول الحاجات اللي هنتكلم عليهم والهم اللي ناخد بالنا منه في السلايدز كلها. فلازم يبقى فيه outline. اول او تاني سلايد. من اول التاني يعني واحدة او اثنين لازم يكونوا outline. زي الايه سلايدز اللي احنا لسا اعلانها دلوقتي. اللي هو انا دي. اه طبعا فيه لاجة عندكم شوية على ما تظهر. بس اللي هي كتبت فيها كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. ولازم نمشي بال order. اللي احنا كذبين. احنا كذبين. ننفعش بتخنص الاول بعد كده. الاوتلاين باخد. اخد انا راودش اكتب بقى الايه التفاصيل يعني. الرئيسي ده غالبا بيبقى بتاع التايتل. مش تنتنز كتيرة. مش مش بوضع. جمل وربعات. من اربعة لخمسة بكتير في السلايد الواحدة. وافويد الوردنس اللي احنا اتفقنا عليها بكده ان انا كتب كلام كتير. بحط كي ويردز او كي فريزز بس. يعني حاجات بسيطة ايه بتكتب في السلايد عشان ما يبقاش كتير. طب تعالوا نشوف بقى الوحشة بقى. السلايد سراكتشور غريبة. شايفين السلايد دي? السلايد دي. انتو دلوقتي هتلاقيكوا عادي انتو عودوا طيقلوا الكلام داوت. وفي نفس الوقت انا بتكلم. مش هتركزه. لانتو هتركزوا في القرية ولا هتعرفوا طيقروا. طيب اما انفعشك التكلام كتير قوي كده في ال ايه في السلايد. تعالوا لو قرأ الكلام ده بيقول ايه. ده بقى لو انا ايه. لو تفتكرووا في الاول قلت وانا اقراش اللي سلايد. انا لو جيت قعدت وتقول. this page contains too many words for a presentation slide it is not written in point for making it difficult both for your audience to read and for you to represent each point. ولو كملت بقى بالنظام ده لانتو هتفهموا ولا هتا ولا هيبقى في حاجة ما يفعش ساقرة الكلام دوت. هو في الاخر بيقول ان احنا الكلام دوت. ده دي دي ما يفعش تتحط خالص زي ما احنا لازم الناس هتتلخبط وهيبقى كتير قوي وهتاخد وقت اصلا في ان انا اشرحها. وانا نفس لما اجي ابوزت على حاجة زي دية. يعني انا كان محاضر يعني لما اجي ابوزت على حاجة زي دي. هناك اصلا يعني لو انا نسيت لو لو انا كنت بلانك او زي الفترة اللي فاتت زي الو التلٹ اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل جده دي. مفيش حاجة هتشديني لكن لو انا كتبه زي كيز جزي الواقع ال بوينت كده انا هعرف اشرف. لان انا لو نستيقى عناية هتيجي على وحددة بخلص هارف اكمل شرح. ل stabilة هنا فين بقى? اللي انا وقفت فين بالزبط. عنده في الكلام ده. طيب. دي سلايد سراكشور كويسة. شو one point at a time. شايفين هي طلعت فاضية في الاول. كده باينة عندكم ان شاء الله انا هسترمد يعني ثانيتين كده عشان الدليل عندكم. دي سلايد سراكشور دي فاضية. وانا بعمل animation ان انا بظهر كل point في وقتها. ما بظهرش كل الpoint زي اللي فاتوا. لو انا عايز اتكلم عن حاجة. ليه بقى? عشان الخطر هتساعدكم ان انتم تركزوا. وتشوفوا ان انا بقول ايه? يعني انتم دلوقتي مركزين في الpoint اللي انا بتكلم فيها دي. لو كانت الpoint تعرضت زي قبل كده. اه هاي خليكم ايه تجري بسرعة على الكلام التاني عشان خطر تقروه. اهو. reading ahead. انتم هتقروه قبل ما انا اقول. هيخلي الناس اه اه هتخلي presentation نفسها محددة. يعني انتم بصين في الكلام دول. خلاص انا بتكلم في الحتة دي. طبعا دي اه يعني الهي اللي احنا بنقول عليها دي. اه دي tip يعني tip معينة. لكن احنا هو شغالين في التانية بنعرض الحاجات كلها مش مشكلة اوي في الموضوع ده. ايه في بعض الحاجات. محتاج ان انت تعملها one point at a time. ودي بعض الحاجات لأ. مش مشكلة لو انت يعني مش مشكلة خاصة. طيب. البات بقى ان انا اطلعتهم كلهم مرة واحدة كده. او ده المفروض انه يبقى ايه. اه او ان انا استخدم الانيميشن مزعجة. وان انا اعمل بقى كذا الانيميشن يعني يبقى كتير قوي. يعني انا بقى اجيب واحدة تنزل من فوق. واحدة تنزل من الجنب. واحدة تنزل من هنا. واحدة تعمل لي بومب كده. واحدة تطلع نجمة. واحدة مش عارفة تطلع قلب. الحاجات اللي هي الغريبة اللي تبقى موجودة في الانيميشن دي. فانا اه مش محتاجة ان انا اعمل بريزنتيش اه انيميشن تتعب العين. مش عايز اعمل الانيميشن كتير اصلا. يعني يفضل اصلا ما يبقاش فيه انيميشن اللي هو يبقى فيه البوب اوب اللي هي زي اللي فاتت دي. وان انا انا واستخدمت الانيميشن في شكل معين ان مثلا العلوان يطلع بطريقة معينة والتاكس نفسه يطلع بطريقة معينة يفضل معايا في كل اللي سلايد. طيب الفونت. الفونت هنستخدم الفونت التمنتاشر الفونت التمنتاشر. وهنستخدم الفونت مختلفة للايه? لبين points والsecondary points. يعني 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 عنوين بحاجة والكلام نفسه بحاجة. ولو في حاجة. كلام نفسه. محتاج انا اخش مثلا تحتيب ببينت كمان. بيبقى مختلف. فمثلا ان الفونت ده اربعة وعشرين. المين بوينت كانت يعني الفونت اللي اللي بكتب بيه اللي بقول بيه الجملة دي ده كان 24 المين بوينت اللي قابليها كان 28 فرق بسيط قوي ده كانت title كان 36 ولازم نستخدم standard font زي ايه زي اما times new roman او ال ariel هم دول الاتنين اللي بيستخدموا في الحاجات ال professional او في a presentation عموما بتبقى افضل للعين تعالوا بقى نشوف اللي هاي الفونت فيها اي كلام بصوا كده السطر الاولاني ده فونت صغار جدا انتو ممكن رو تقدروش تقروه انتو يمكن دلوقتي عشان معاكم الموبايل مثلا او قاعدين قدام اللاب تاب على طول ممكن تقروه بسهول لكن لو الكلام ده في قوعة كبيرة قوي الناس اللي ورا خالص في اخر صف زي ما قلنا مش هتقراه حتى لو عاملين المسافة مزبوطة والcapitalization ده نكتب كله بالcapital ده ده بيبقى صعب جدا في القراية ما بيبقاش كويس للعين خالص انا ما بعملش capital الا لو انا محتاج حاجة معينة كلام معين لازم يكتب capital اختصارات بتاعت حاجة عايزة اعمل لكلمة معينة او عايزة اركز على كلمة معينة تبقى في capital الخط الاخير الفونت الاخير ده complicated قوي يعني مضغوط في بعضه او مش باين منه خالص حاجة بعدش هيعرف يقراه بسهولة لو تخيلوا لو كل السلايد مكتوبة بالخط طيب الان اه محتاجين اللون بتاع الكلام يبقى مختلف عن background هو يبقى صافرة يعني لو بعض اسود او كحلي زي ما احنا ازرق اغامر زي ما احنا عاملين كده او لو الخلف يا صفر يبقى الكلام كحلي. اولا والخير. مثلاً لبنيه فاتح يبقى الكلام اسود. يعني حاجة تبقى تعمل contrast يبقى مع بعض. ومع تعمل الالوان داي ما قلنا ان انا اعمل emphasize لكلمة معينة. داي مثلا الاخيرة دي بطولي use this occasionally. يعني occasionally انا عايزة اكذا مش مش محتاجة ان انا اعمل الكلام دا كتير. يعني الكلام دا يستطيع احسن ما يتعملش كتير. فانا عايزة اقول لكم ان هو لان تعمل occasionally فاعططها بلون تاني. وبعدين ان انا ممكن استخدم الالوان بحيثناها يعني امين بتاع الترتيب. يعني احط مثلا title بلون. وبعد دي اللي بعديه بلون تاني. بلون اخف شوية. فيبقى التايتل كبير. بلون مثلا تقيل اللي بعده بلون خفيف شوية. كيبانا ده جوزء منك ده. ستبتعالوا بقى نشوف الاسطرين. تقالي السطرين الاصفر اللي فوقهم ما هايش يعرف يعرف يقرارهم خالص حتى لو من موبايل. خالص. ولما حط كذا يعني شايفين سطر اللي بعده. الpoint اللي بعدها. لما حط كذا لون يعني بعمل decoration ده برضو هي شتت العين خالص. لو انا بعمل كل point بلون مختلف ده برضو منوش اي لازمة تمامة. لو انا بعمل خط لون مختلف للسكندري بوينت برضو ما ينفعش. بيبقى انا اما ما استخدمش فونت ما ما يعملش كونترست مع الباجراند. ما استخدمش فونت الاسوري كالر يعمل كونترست مع الباجراند. ما استخدمش كالر عشان خاطر يبقى فيه ديكوريشن عشان انا بزين بتاعتي. فيبقى يضع بالعين. ما استخدمش كل بوينت تبقى ليها كالر لوحدها. ما استخدمش السكندري بوينت تبقى ليها كالر لوحدها. واخر صاصر ده جميل جدا طبعا الوان تيكني كالر. الوان الطيب. يالك يعني انت لما هتحاول تبقى كرييتف يعني ده مش حاجة حلوة قوي يعني في البرزنتيشن. طيب الخلفية بتاعتي. دي خلفية بيضة هي. والكلام ايه? والكلام مكتوب عليها بالكحلي. والاسود او فده عمل فانتو شايفين كويس. مش عايزين بقى الخلفيات اللي بيبقى فيها حاجات طالعة من الجناب. وحاجات مش عارفة ايه. احنا شايفين بصوا هنا فيه اللوجو بتاع الكلية فوق على الشمال. واللوجو بتاع الجامعة على اليمين وخلاص. بس. مش محتاجين بقى ايه آآ وردة من الجناب وردة مش عارفة من فين آآ خط من تحت حاجات كده يعني. لازم تبقى يعني يعني حتى لو في خط خطوط وحاجات لازم تبقى حاجات منفهاش تشتيت كتير. يفضل طبعا الاحسن خالص ان الخلفية فعلا تبقى بيضة. يعني ده افضل حاجة. ممكن يبقى فيها الوان خفيفة او حاجة بس نراعي ايه الفوند. وان نفس النافس دي دي ده بقى ماشية مع كل ما نعودش نغير بقى في كل ايه آآ في كل في كل كام بشكل معين. ده بقى مسلا انت خيالوا ان دي باكراوند. ده مجرعين جدا جدا وحاجة شعره في راسك. خيالوا ده بقى ايه دخلنا في النصد كده. ده يعني اللي بيحصل ده وده يعني ما ينفعش في بريسنتيشن خالص. ده ممكن يتعامل مثلا حتى الالوان دي ما تنفعش للاطفال. بس دي ممكن يتعامل في حاجة الانيميشن لاطفال يعني حاجات تنزل من فوق حاجات تيجي من تحت وشفق ايه عشان خطر انا بشدهم للاشكال. لكن حاجة بيقرأ وحاجة وحاجة بتتقدم او حاجة في المتحان طبعا الكلام ده ما ينفعش. طيب الجرافز بقى. لو انا عندي ارقام محتاجة ان انا اعرضها. ارقام ممكن بطرقتين. يا اما او بعمل تلت طرق. يا اما ارقام في كل. يا اما ارقام في جرافز وشورتز. يا اما ان انا اكتبهم. بكتب بشرة احد ده مش عارفة ايه 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 ايه. طبعا الكلام ده طبعا هيبعد خالص. لان معنى كان انا اكتب كلام ان انا اا 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 اما اكتبه في اااا ام في باريجورفز ودي مش هينفع معنا. فالجرافز اسهل جدا ان انا ايه ابين الداتا بتاعتي وافهمها. ولند supporters تشوفها وايد وهي فيجول. فما فيش يعني اسهل حياة. بس لازم احط ايه تيطنس بقى للجرافز والجرقة في كل حاجات اللي محتاجة انها 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 تبنيع على الجرافز لازم تكون محطوق. فده ده مش جراف. يعني ده شكل كده ده조ا الناس عشان تعرف توصل للكلام مش هتبقى قمصت يعني عشان عشان انا اجي اقول لهم ام وانا لاحزت ان في شهر مارس كانت البلو بولز كانت كتير قوي كانت اكتر حاجة في الدنيا كانت تسعين فهما هيضطر عشان يشوفوا تسعين ديت عشان يتأكدوا ان تسعين ده اكبر رقب هتطروا يبصوا على كل الارقام اللي حواليه ويتأكدوا ممكن يعنيهم ما تعرفش تجيب فهتاخد وقت ليهم عشان يفهموا في حين ان انا لو شفت الكلام دوت هم شفت ايه ان البولز بلو بولز موجودة على اليمين كده لونها لبني وهيبصوا على اللبني لقوها ان اللبني اكبر حاجة في مارش فخلاص كده يبقى هم كده عرفوا ان ايه حتى مش محتاجين يبصوا على الرقب التسعين او لو حبوا يبصوا هيبصوا على طول خلاص فالجراف يعني بتوصل المعلومة بطريقة سريعة قوي وتسهل عليك الشرح طب الجراف ده شكل وحش ليه بقى اولا انا حتى ورا عاملة الالوان آآ شايفين في الابليه ما كانش فيه الكبيرة قوي دي اللي هي كل كل النقط والالوان كانت آآ سابتة يعني الوان سابتة هنا الالوان اللي فوق فاتح واللي تحت غامق واللون التاني برضو فيه كده يبقى والفونت صغير جدا مش شايفين اصلا ارقام يمين ولا شمال المساعدة تنصده. لو اخذتوا بالكبير هنا لا يوجد مشاعدة ولكن هنا المساعدة قادرة في السابط بالتصالة في 2002 هو الجراف الاولاني. انا عشان اشوف الحاجات اللي انتباعي في اول ده من 2002. هي دي كان شهر مارس اعلى حاجة. الهو شهر مارس فعلا اعلى حاجة. بس انا مش عارفة اولا ان هو مارس. ومش عارفة هو رقم وكام ومش عارفة اصلا ايه ده. ومش شايفة ان هو ده ان هي دي بتاعت الكور الزرق ولا الحمرق يعني مش عارفة كل الكلام ده. فيبقى الجرافز الكويسة ان المانور جادلاينز دي مش موجودة. الفونت يكون صغير قوي. الكالرز تبقى اللاجكل يعني الوان غريبة. ويبقى فيها الشايدينج. والتيتل يبقى مش موجود. اخر حاجة بقى السبالينج والجرافز. نحتاج ان احنا بعد ما نخلص السلادز بتاعتنا نعمل يعني نقرأ تاني كده ونشوف لو فيه مستيكس. لو فيه كلمات متكررة. لو فيه اي حاجة في الجرافز. ممكن نستعين بحد عشان خطر يصلاح لنا الكلام دوت. لو احنا في الانجليش طاعنا مش جمد قوي. او الورد والحاجات ممكن ناخد الحاجات يعني حاجات الوفيس كلها بيبقى فيها grammar check و spelling check. بس ببعض الحاجات من يبقاش عارفها لو انا بكتب points او لو يعني كده محتاج ان انا حد يساعدني وبقى استخدم حد يساعدني. لازم اكتب slight conclusion في الاخر. عشان تلخص كل اللي فات. ونقول الشغل اللي بعد كده هيبقى ايه? يعني انا بعد كده هعمل ايه? اه ودي بتبقى اه يعني زي ايه? يعني الناس دايما بتسمع او او بتفتكر اخر كلام احنا بنقوله. يعني انتم دلوقتي هتلاقيكم فاكرين انا بقول ايه عن الجرافز غير انا بقول ايه مثلا في اول حاجة خالص اللي هي connect لما اقول لكم connect with people. دي هتلاقيكم ونسيتوها شوية عن ان انا واقول لكم بالكلام عن الجرافز. طيب نخلي دايما اخر حاجة. closing يعني ان التأفيلة بتاعت الكلام بتبقى ايه? effective مؤثرة وقوية. ولازم اعمل slide في الاخر اكتبت لها questions. علشان خاطر الناس. بدعو الناس يعني بقول لهم انا مستعد ان انا اقبل questions. ومحتاج ان انت يعني وقت ال questions دايما تسعمل لهم visual aid يعني. يعني اما حاجة بسيطة كده كلها لو انت مسلا عمل آآ خريطة زهنية مسلا ولا تلخيص بشكل معين او معين او صورة معينة بتشير للموضوع تحطها في الاخر. واهم حاجة ان انت ما تقطعش فجأة. يعني ما اجيش بعد ما خلص كده. يعني دلوقتي انا مفروض ان انا دي اخر اخر سلايد عندنا في المحاضر. ما يبقىش اخلص كده آآ وقف. وبعدين لا انا اقول لكم كده خلاص يا جماعة. يبقى احنا كده بعد كده اجي بقى الم لكم الموضوع. ان احنا اكتلمنا في جزئين? في جزء الاولاني بتاع presentation skills. والجزء التاني بتاع ال powerpoint presentation. جزء الاولاني اتكلمنا عن ازاي نتعامل مع ازاي اقدم ال presentation نفسها. وازاي ابقى مستعدة واعمل ايه مع ال audience. ولو حصل حاجة لو حصل مشكلة في المكان اللي اعمله. ان انا اكون محضرة ما كان قبل كده. وعندي ثلاث مشاكل. المشكلة الاولانية ممكن تبقى في الحاجات الميكانيكل. المشكلة الثانية ممكن تبقى في المشكلة الثالثة ممكن تبقى في الخارجة عن اراضي. وبعد كده اتكلمنا عن presentation نفسها. ال powerpoint slides. خلمنا ان انا عن ايه? عن الفونس. وعن ال structure. وعن ال color. وعن ال graph. وعن ال background. وعن ملمنا عن conclusion. وعن ال questions. وعرفنا كل حاجة فيهم. ايه الاحسن وايه الاوحش فيهم. وبكده نكون خلصنا من حضرتنا النهاردة. واخر محضرة في الترم كل سنة طيبين. اه ربنا يجسر كده ونعرف اه هدمت احنا ازاي وامتى وفين والكلام ده كله. وربنا يحفظكو ويحفظنا. ويبعد عندنا الوباء والبلاء ان شاء الله.